السلام عليكم سيد الوزير السلام بعد عملية استيراد الأضحي تطرح تساؤلات حول الأتمينة والفرق بين المستورد منها والمحلي وإن كانت الحكومة ستعمل على تكوين لجن مختصة لمراقبة الأتمينة وحمايتها من تلاعبات السماصرة واللوبيات وشلاقة شكرا الأضحي ولن يجب التفاق على أن الحكومة منذ أن تابعت بأن الموضوع ذي لزويد السوق الوطنية عموما بمختلف المواد سواء كانت مواد استهلاكية في لاحية أو اللي كتجف بعض المناسبات بحل المناسبة ديال عيد الأضحى قامت بواحد تدخل وصاحب الجلالة أعطته جهات الملكية السامية دياله خلال المجلس الوزاري الأخر المنعاقد بالريبط للحكومة لكي تطلق واحد البرنامج لكلفة دياله هي واحد العشرات المليار ديال بدرهم شنهما المكونات ديال هذا البرنامج اللي أعطى صاحب الجلالة أولا ندعم الفلاحة على مستوى الأعلاف ثانيا تدخلوا في الإنتاج عبر دعم المدخلات اللي عرفات واحد الارتفاع واللي ساهمت إلى حد ما فأنه توقع واحد الارتباكات على مستوى الأسعار ديال المجموعة من المواد الفلاحية وأيضا كان برنامج واحد آخر اللي صاحب الجلالة الشرف عليه واللي هو المرتبط بالزويد بالماء الصالح للشرب والماء ديال السقي يجب أن نعترف يجب أن نتصافق في بلادنا اليوم جميعا بأن واحد من المسببات ديال الارتباكات اللي وقعت على مستوى الإنتاج ديال جملة من المواد وأنا كنت تتكلم عن المواد الفلاحية هو الإنخفاض الكبير جدا في كمية المياه اللي كانت كتتعطى الفلاحة سنوات الماضية كانت المياه التي تخصص القطاع الفلاحي كانت جاوز ربعا المليار متر مكعاب السنة الماضية رهما موصلنا شتل 1.6 مليار بمعنى أن هناك عجز كبير قدر يتقدر بـ 75% وهذا هو اللي أطر على المساحات المزروعة أطر على الإنتاج فلذلك الحكومة كانت تدخل عبر جوجة البرامج اللي كلها فيها توجيهات ملكية سامية البرنامج الأول ديال لما نوفره الماء بشكل معقول وكافي والمشروع الثاني هو المشروع ديال اللي نتدخله في الإنتاج قبل قمنا بحل مجموعة من الإجراءات لمواكبة تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء وربما من خلال هذه الندوه هذه في كل مرة كنت نتكلم عنها أولا الإعفاء من الرسم ديال الاستيراد ثانيا الإعفاء من ضريبة على القيمة المضافة تجيع مجموعة من المتدخلين والمستوريدين والمنتجين للحوم الحمراء على أنهم يمشيوا بشكل أكبر في هذا المصار هذا وجد يعني القرار المشترك بين وزير الفلاحة ووزير المكلف بالميزانية واللي أعطى هذا الدعم اللي تكلمتي عليه في الاستيراد الآن بالإضافة لإجراءات أحد أخرى اللي مرتبطة بالترقيم ديال عدد رؤوس الأغنام والمعيز لموجهة لهذه العملية هذه بالإضافة لتوفير جمعة من نقاط ديال البيع لكي يسهل اقتناء الأضحية فهذه المجهودات هذه كلها بالإضافة للمجهودات اللي تكلمت عليها ديال التدخل في العالة وفي لغير ذلك أنا متأكد بأنها إن شاء الله غادي تعطي واحد النتائج على مستوى أولا توفير هاد الأضاحية بشكلين إن شاء الله اللي يكون يعني بشكل كبير على مستوى النقاط ديال البيع وديال الاقتناء ديال المواطنين واللي غادي تمكن طبعا بلا شك غادي تمكن من أنها تساهم إلى حد دين كبير فتحكم في هذه الأسعار لا تنسوا تابنوا وقلاشين وتأكتفوا وجارس كي يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبرتجوا مع أصحابكم